قلصت الهزيمة القاسية التي تلقتها تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في أرويقة مجلس العموم في لندن عندما صوت أعضاء المجلس ضد صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي قلصت الخيارات المتاحة أمام الحكومة للخروج من أزمة تلوح في الأفق فمع بقاء نحو سبعين يوما على موعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في أذار القادم بعد مفاوضات شاقة استمرت لعامين يشكيكم مراقبون بريطانيون في قدرة ماي على التوصل إلى اتفاق جديد ينال دعم الأغلبية البرلمانية خلال المهلة القصيرة المتبقية على موعد بريكسيت ورغم معارضة الأغلبية البرلمانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إلا أن هذا الخروج بات مرجحا أكثر من السابق في حال استمرت الأمور على وضعها الحالي بريكسيت من دون اتفاق وصفه نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية أولوف شوليتس بأنه اليوم المرير لأوروبا في إشارة إلى تكبد الطرفين لا سيما بريطانيا خسائر اقتصادية ومشاكل قانونية بالنسبة للبريطانيين المقيمين في أوروبا وكذلك بالنسبة للأوروبيين الموجودين في بريطانيا ووفقا للبنك المركزي البريطاني فإن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيقود إلى كارثة اقتصادية حقيقية إذ سيتقلص حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة تناهج العشرة من مية وذلك خلال الأعوام الخمسة عشرة المقبلة كما سيؤدي إلى انكماش النمو البريطاني كما ستواجه كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي نفقات سنوية تبلغ نحو ثمانين مليار دولار إذا منهارت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق تجاري جديد ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا يمكنها على سبيل المثال التخلي عن تصميمها على مغادرة الاتحاد الجمروغي والسوق الموحدة لكن بالنسبة إلى الساسة الأوروبيين فإن كل ذلك يتطلب تجاوز البريطانيين لإنقساماتهم وإدراك ضرورة تمرير صفقة بريكسيت وإلا فإن أي اتفاق معدل قد يتم التوصل إليه سيلقى كمصير الاتفاق الأخير